للحركة النسوية في القدس تاريخ عريق من النضال ما زال مستمرا حتى يومنا هذا بدأت الحركة النسوية بالتشكل بصفة رسمية ومعلنة عام 1928 من قلب مدينة القدس وذلك مع تأسيس جمعية الاتحاد النسائي برئاسة سيدة عظيمة هي زليخ شهابي التي كانت أولى المحاربات للانتداب البريطاني واستكملت نضالها في مجالات أخرى مختلفة بالإضافة لأنها رائدة بالعمل الاجتماعي هي رائدة في العمل النضالي الوطني كانت هي تشجع السيدات للعمل النساء الوطني من الجانب الآخر ناحية الاجتماعية ترعى أسر الشهداء ترعى أبناء الشهداء وتحاول أن تؤمن إلى أسر الشهداء أو أسر المناضليين أنتوا اطلعوا الجبهة ونكمل موقعكم في الداخل نساء نقشت أسماءهن في قلوب الأجيال حتى يومنا هذا هند الحسيني هي أحد هؤلاء النساء اللواتي كرسن حياتهن لحماية الأطفال الأيتام والفقراء عند اندلاع مجزرة ديريا سين هي مربية فاضلة ومناضلة عظيمة فنت حياتها في الدفاع عن حقوق المهمشين من أبناء شعبنا وتأمين حياة كريمة لهم فكانت في زميلة لماما بتشتغل بالشؤون الاجتماعية بالشام فتلفنت لماما وقالت لها يستنت في عندنا طفلة بعتنا لأهلها وما حدا يعني سأل قالت لهم بعتوا لي إياها فأنا كان اسمي تركية هي سمتني هداية لأنني جيتها هدية يعني ما بدي أعرف يعني كيف كانت طفولتي طبعا كل إنسان عنده طفولة إلو أيام حلوة إلو أيام لكن أنا كنت ضارط في المعروفة أني أنا بنت هنت حسيني من النساء المقدسيات اللواتي كان وما زال لهن دور ريادي في الحركة النسوية السيدة سامية خوري الناشطة المعروفة في الحقل الوطني والثقافي والتربوي في القدس وقد عملت وخدمت في عدة مؤسسات نذكر منها جمعية روضة الزهور واتحاد جمعيات الشبات المسيحية بهذا كل أثناء وأنا بجمعية الشبات المسيحية بلشت اهتمامي بروضة الزهور عمتي ليزي ناصر كانت عاملة اجتماعية ومديرة الشؤون الاجتماعية يعني أول مرة بتكون ست مديرة الشؤون الاجتماعية من الخمسينات يعني كانت بهذه المهنة في الوطس وأنا لسه كنت في الجامعة يعني أسست روضة الزهور بناء على حادثة صارت معها بالشارع لقت بنات صغار بيشحدوا يوم شتا ومبللين وإشي بتقولهم ليش انتو هون؟ قالوا لا فيش عنا إشي ناكل في البيت طلعوا بالسيارة وخدواني عبيتكم ركبوا معها بالسيارة وراحت يعني أطع قلبها لما شافكت العيلة على الأرض ما فيش حرمات يعني من بلات اللاجئين كانوا نساء مقدسيات ترفع لهن القبعات احتراما لما قدمنا من تضحيات وكفاحا للأجيال السابقة والحاضرة وعبر تاريخ احتلال هذه المدينة لانا كاملي لبرنامج استوديو القدس الغدو العربي